لنعود حيث وصلنا في الفيديو السابق شاهدنا إذا كان هناك مجال مغماطيسي يسير إلى الجانب الأيمن ولدينا حلقة من المعدن أو دائرة وتحمل تيار حيث تيار يسير في هذا الاتجاه يمكن أن تتصور البروتونات الموجبة بالرغم أن الإلكترونات هي التي تسير التيار يدخل في هذا الاتجاه ويخرج من هذا الاتجاه وباستخدام قاعدة اليد اليمنى أوجدنا أن في هذه الصيغة أو المعادلة القوى الكلية للمجان المغماطيسية والتي تأتي من هذا الاتجاه على هذا الذراع من السلك أو الدائرة وهي للأسفل وعلى هذا الذراع هي باتجاه الأعلى وهذا زود عزم دوراني على هذه الدائرة أو كما قلت في الفيديو أسابق مشبك أوراق حيث أن هذا الخط من النقاط هو محوار الدوران وهكذا شاهدنا كيف يدور المجال المغماطيسي يضغط على الجانب الأيمن ويضغط للأسفل على الجانب الأيسر ليس له أي تأثير هنا على الجزء العلوي والسفلي إذن سيدور في هذا الاتجاه هذا كان كيف سيبدو بعد أن يدور والسبب القيام بهذا أن هذه الذراع وهي نفسها هذه الذراع والقوى الكلية هي للأعلى خارج من الشاشة لكن هذا الاتجاه في الأعلى لن يكون لن يكون متعامد مع المسافة لذراع العزم هذه مسافة ذراع العزم الآن على مسافة ذراع العزم ستسير بزاوية إلى خارج الصفحة فقط جزء من هذه القوى المغماطيسية الكلية الخارج ستكون متعامدة ستكون متعامدة عمودية على ذراع العزم والعزم الدوراني سيكون أقل لكن سيظل هناك عزم دوراني بنفس الاتجاه يسير للخارج من الصفحة من اليمين وإلى الداخل وينطبق الشيء نفسه على اليسار وتسير على طول الطريق عند نقطة حيث الملف يكون أفقيا حيث هذا الجانب هنا في الأعلى الجانب في الأعلى وهذا الجانب في الأسفل تحت مستوى تحت مستوى شاشة الفيديو هنا وعند هذه النقطة عمليا لا يوجد لا يوجد عزم دوراني كلي ولماذا هذا؟ لأن على هذا الجانب العلوي حيث يشير مباشرة إليك عندما يكون هنا قوة المجال المغناطيسي قوة المجال المغناطيسي القوة المؤثرة على الدائرة تضغط تضغط للأعلى لذلك لا يوجد عزم دوراني كلي لأن القوة تضغط للأعلى ومسافة دراع العزم هذه المسافة أيضا تشير إلى أعلى والعزم دوراني هو ضرب اتجاهي لذا تحتاج لقوة عمودية لذا هنا على هذه النقطة رفقية لا يوجد عزم دوراني ونفس الشيء على الجانب الأسفل من الدائرة لأنه في الأسفل قوة المجال المغناطيسي ستكون للأسفل وهي موازية لمسافة ذراع العزم لذا لا يوجد هناك عزم دوراني حسنا ربما يكون هناك بعض الزخم الزاوي سيكون بعض الزخم الزاوي الذي يجعل هذا الجسام يدور ومن ثم يدور وهنا سيصبح الموضوع مثير للاهتمام سأرسم بشكل أنيق سأرسم هذا بشكل أنيق ستدور إلى هذه النقطة مرة أخرى سأرسم المنظر حسنا سيبدو هكذا سيبدو هكذا سيدور هنا لذا اسمحوا لي فقط أن أتأكد أن لدي كل ذلك هنا يدور في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه وهنا لم يعود هناك عزم دوراني عليه ولكن قد لا يزال في الأعلى يتحرك لليسار وفي الأسفل اليمين إلى حد ما ثم سوف يدخل هذا التكوين في هذا الجانب لقد دارت لقد دارت ولقد دارت أكثر من 90 درجة إذن هذه الحافة هي الآن هذه الحافة وقد التفت من هنا تماما لا تزال تشير إلى الخارج من الشاشة إذا كانت هذه الحافة هي نفسها هذه الحافة فإن اتجاه أتيار سيكون هكذا لأن هذه الحافة دارت للأسفل إذا دارت من هذا الموقع حتى وصلت إلى هذا الموقع إذن التيار الآن يسير لنرسم هذا إلى اليمين إنه يسير هكذا التيار سيسير هكذا سيسير الأعلى هنا ومن ثم إلى اليمين من ذلك التيار حتى الآن للجهة اليسار على الرغم من أنه كان على الجانب الأيمن ما زال اتجاهه للأعلى ما زال اتجاهه للأعلى حسنا عندما نأخذ الضرب الاتجاهي ما هو المجال المغناطيسي الكل أو قوة المجال المغناطيسية حسنا نقوم بقاعدة اليد اليمنى قاعدة اليد اليمنى تشير بإصبع سبابة للأعلى والإصبع الأوسط في اتجاه المجال المغناطيسي هذه راحة اليد هذه بقية الأصابع لنرسم الأظافر أظافر مطلية وليست الغام إذن الإبهام يشير للأعلى إذن على هذا الجانب من الملف ما زال هناك قوة للأعلى وإذا قمنا بالضرب الاتجاهي وقاعدة اليد اليمنى على الجانب الخلفي إذا كان من الممكن أن تتصوره سيكون هناك قوة كلية والآن يمكن أن ترى فجأة الملف دار لقد دار هنا حيث رسمته حيث يبرز من هذا الجانب وسيل الداخل من ذلك الاتجاه وقام بذلك على طول المسافة إلى نقطة حيث دار أكثر من 90 درجة ولكن الآن فجأة والآن القوة الكلية للمجال المغناطيسي سوف تتراجع لأن الجانب الذي كان في التيار يسير للأعلى أصبح الآن في الجانب الأيسر والآن قوة المجال المغناطيسي هي للخارج من هذا الجانب وسيدور في الاتجاه المعاكس إذن سيدور في الاتجاه المعاكس لنفكر ماذا حدث تخيل إن هذا الملف يدور ما يجب أن يحدث هو سيدور كما فعلت هنا في الأعلى وعندما يصل لهذا المستوى سيصل إلى زخم زوي سيجعله يتابع الدوران القصور الذاتي سيجعله يتابع الدوران حتى يصل إلى شكل كما هو مبين ويمكن أن يعود ليصبح مثل هذا الشكل السابق حيث يكمل 180 درجة في الدوران على هذا الجانب التيار سيكون في الأعلى وعلى هذا الجانب التيار سيكون للأسفل لأنك قلبت هذا الشكل وبعدها تأثير المجال المغناطيسي سيكون للأعلى في اليسار وللأسفل لليمين وهكذا سوف تتحول إلى الشكل الآخر إذا فكرت به لنرسمه حسناً لأريد رسمه من هذه الزاوية إذا أردنا أن نحل هذه المسألة إذا أردنا تحويل هذا إلى نوع من المحرك الكهربائي ونجعله يتابع الدوران سيكون 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 علينا إما أن نعكس طيار عندما يصل إلى هذا الشكل أو نوقف المجال المغناطيسي أو يمكن عكس المجال المغناطيسي لنجعله يسير في الاتجاه المعاكس وهناك مسألة أخرى لكن أبسط من المسألة السابقة في هذه الدائرة إذا تبعت الدوران أكثر وأكثر فالأسلاك سوف تتلوى لذا لا يمكن عملها بكل تأكيد وبالتالي فإن الحل هنا شيء يسمى المبدل أو المحول لنرسم المحول هنا حسناً لنمح صح كل هذا لدي نفس الدائرة والتي رسمتها بشكل فوضوي في السابق حسناً لنرسمها من جديد هذه هي الدائرة لدينا موصلان هذه الموصلات أو النواقل تكون أساساً منحنية يمكن أن نتخيل أنه ينحني لخارج الصفحة ومن ثم لدينا دائرة يمكن تصور النواقل هنا أيضاً هذا الشيء هنا وهذا هنا يتلامسان إذن هما يتلامسان دائماً لذا أطيار يسير من خلالهما إذن أطيار سيسير من خلالهما لنرسم البطارية حسناً هذا طرف موجب وهذا طرف سالب وفي الأعلى هنا من الدائرة أطيار دائماً سيتضفق في هذا الاتجاه سيتضفق دائماً في هذا الاتجاه سيتضفق دائماً للأعلى وهكذا الآن في هذا الشكل ماذا سيحدث حسناً الطيار سيتضفق للأسفل هنا هذا الطيار هو I وهذا الطيار سيكون أيضاً I وعند تطبيق قاعدة اليد اليمنى لدينا نفس المجال المغناطيسي لم يتغير المجال المغناطيسي يسير من اليسار يسير من اليسار وكما فعلنا سابقاً قبل مسح الشاشة سنستخدم قاعدة اليد اليمنى لنعرف القوى الكلية للمجال وستكون ستكون ستكون للأعلى هنا وهذا سيولد عزم دوراني ويسبب في دوران هذا الجزء هذا الجزء من هذا شيء الغريب والمعقد سيدور ويمكن أن تتصوره قد يكون هناك أقطاب هنا وممكن أن الأقطاب غير موصلة ومتصلة إلى محور ما أو مكان ما إذن يمكن أن تدور حول هذا المحور ليس كذلك إذن قوة المجال المغناطيسي ستولد عزم دوراني ستدور للأعلى على هذا الجانب وخارج الصفحة على هذا الجانب ولداخل الصفحة على هذا الجانب ثم خلف الصفحة ثم خارج الصفحة هذا هو العزم الدوراني الكلي ونتابع عمل هذا حتى نصل إلى الشكل الأفقي هكذا أقوم برسمه إذن الشكل الأفقي هذه الدائرة من الأعلى تبقى بالضبط كما هي أحاول الجهدي لرسمها بشكل صحيح إذن هذا هو الشكل الأفقي وأفضل شيء يحدث هو فقدان الاتصال مع الموصلان هنا وعندها أتيار سيتوقف عن التدفق عندما نكون في الشكل الأفقي سأرسمه عند الشكل الأفقي نرى الجزء العلوي نرى الجزء العلوي ونرى هذا ونرىه يبرز قليلا للخارج ومن ثم نرى هذا الذراع هنا ثم نرى الأقطاب التي تثبته أو ربما تساعده في الدوران وكما تعلمون إن الطيار توقف لذا لن يكون هناك أي عزم دوراني ولا حتى قوة للمجال المغناطيسي لأننا فقدنا الاتصال بتلك النقطة لأن هذه الأشياء نوعا ما تشير إلى ذلك على أمل أن لديك تصور كيفية بناء هذا الشيء وما زال يدور في هذا الاتجاه لأنه هناك نوعا من القصور الذاتي ومن ثم هذا الجزء المثير للإهتمام ماذا يحدث عندما أن ندور أكثر من 90 درجة لقد أدركت الوقت وتجاوزت الوقت لذلك يمكن أن نفكر بذلك ريثما نقمل ما بدأناه في الفيديو التالي أراكم قريبا إلى اللقاء